ذاهبون لإلقاء نظرتهم المعتادة عليها من كانت بالأمس مصدرا للحياة هنا في قرية الشرقية بمحافظة الحديدة لم تعود اليوم كذلك بئر القرية الوحيدة صارت خارج الخدمة تماما بعد أن جفت المياه فيها حدث لم يكن متوقعا أو في الحسبان تحول معه واقع القرية المهددة بالعطش إلى رحلة شاقة للبحث عن المياه مبكرا جدا وجد هؤلاء الأطفال أنفسهم على هامش الحياة كغيرهم وفي أفضل الأحوال يواجهون أعباءها كالكبار القرية التي تشرق عليها الشمس بالكثير من الأوجاع ولا تتركها إلا على حالتها حيث لا خدمات هنا يمكن أن تسهم بانتشال سكان من أوضاعهم المتردية في لحظة تكرس غياب الأمل وبقاء الحال على ما هو عليه ملقيا خارج الزمن بعيدة من السلطات والجهات المعنية تبدو الشرقية التابعة لمديرية القطيع في الحديدة على حالتها الأولى وحيدة تواجه صعوبة الواقع المفروض وهو ما أعاد الأهالي إلى استخدام الحمير لتنقل في ظل المعاناة المتزايدة من إهمال الحكومة للمحافظة ككل وليس للقرية فقط وعلى الرغم من كل ذلك ما تزال تسير الحياة على طبيعتها حيث يجتمع الأهالي ويتبادلون الأحاديث إلى جوار هذه الأكواخ المبنية من القش والتي هي في الأساس مساكن حقيقية لعشرات الأسر المنهكة حيث يفترش الأهالي المكان ويستقطعون ساعات للراحة اشتركوا في القناة